قول لي عملت بقى جوالات خارجية برا مصر وانا لسه لا والله حاليا لسه في الخطة؟ اه طبعا بس يعني انا اللي همي مني دلوقتي اكتر ان انا ازبط المزيكة على التراث بتاعنا عايز تزبط ايه انت قلتلي انا بشتغل دلوقتي على اعادة توزيع كل التراث ايه ايه اللي بتفكر فيه من وراء اعادة التوزيع؟ عاوز توصل بيها لحد فين؟ اوصل ان انا يعني مثلا زي بالنسبة احنا شغلنا في القاهرة كويس جدا حلو بس دايما يكون مثلا اللي هم الصعيدة اللي جاعدين في القاهرة اللي هم الصعيدة في اسكندرية فدل هم مخلين شغلنا احنا اكتر في القاهرة واسكندرية اه في العاصمة يعني انا عايز زي اللي فهمني الصعيد كويس عايز برضو اللي هو مش من الصعيد يفهم برضو فننا كويس اه فانا عايز ادخلهم الباب بتاعه وبرضه في حدود كلماتنا الكويسة وكله كويس ومن غير ما بقى أسرت على اللون بقى أيوة أنا ممكن اللي هي التوزيعي تاعات والريتمي تاعات طريقة الإقاع طب لو إحنا غيرنا طريقة الإقاع دي ما تأسرش على اللون بتاعنا لا ما تاخدنيش في إقاع تاني لا ما تاخدنيش يقول ما أنا محافظ على عظم الأغنية اللحن والكلمات دول أهم حاجة آه بس برضو الرتمي يعني لا ما ده يعني نفس القصة يعني رتمي معايا نفس القصة بس بدل ما تعمله الطابلة الصغيرة دي عيعمله الدرامز آه كده بدأت أفهمك مع القصة كلها فهو هو لغته أساسا الدرامز والجتار والأورج ده اللي هو اللي هنا ودنه معتد عليه حل فأنا أدخله من طريقه بس أعطبق شغلنا فدي أكتر حاجة شغلك دلوقتي أكتر حاجة حاليا نوا